السلام عليكم ورحمة الله تعالى كهاتوك شباب اعاملين اي رب تكونوا باحسن صحة واحسن حالة في دون احد الحل للمشكلة التطبيج ليس مسابتا اللي بيواجه مستدامين كثيرة يأثناء تطبيج او تنزيل وتصبيل تطبيج معين او لعب معين يجي لك التطبيج ده ليس مسابتا فبدلونا كتير نروح لحل المشكلة تشابه حالة هنروح على الضبط هنروح على كلمة الضبط وبعد كده من الضبط ندوس على مدير التطبيقات ثم اشوبت اول لحي يو برامج كل لعدة ثم نندوس على كل ثم نروح على حاجة اسمها جوجل بلاي اللي هو المانجر هندوس على كامة اقاف اشباري ندخل حكمة اقاف اي جباري ندخل معاكمة موافق ندخل حكمة اقافي سنعمل مسح البيانات مسح البيانات ومسح التخزين ندخل حكمة موافق ندخل حكمة موافق وندخل معاكمه نذهب على الملفات ونتأكد الملف تطبيق سناب تيوب او واتساب الملف اللي انت هتثبت وشوفه موجود في ملفات ولا لا لو كان موجود احذفه لان انت منسطب نسخة تاني فهمش ينفع يتثبت معك يعني ولكن انا مسلا هسطب برنامج كيم مصطل ففي نسخة جديمة من ملف كيم مصطل موجودة في الجهاز ها دي النسخة دي فاضطر امسح عشان لما اجي اثبت كيم مصطل ما ينريش اللي هو التطبيق ليس مسبتا حد مسلا النسخة اللي انا اللي عندي انا في ملفات هنحذفها ولكن انت هتثبت تطبيق معي نشوف ملف موجود في ملفات جب ما هتسطبه امسح ملف خاص بالتطبيق اللي انت هتثبته يا شباب ولكن هزفت الملف هارجع سبت التطبيق ولكن انا كنت عادي سبت التطبيق اللي هو كيم مصطل جالة التثبيت هنشوف هيتحل المشكلة ولا لأ حين ملك التطبيق ليسوا سبتا طيب هنطلع بره ونشوف هل في نسختين انت ممكن كن مسبتها في ملفات فهي يكون انا شوف اتأكد ان انا مستطلت نسخة ولا لأ فعلا انا بسطب نسخة كيم مصدر نفس النسخة بس نسخة جديمة عشان كلا ما تسطب جديدة مش راضي تسطب معي بقول لي في نسخة مسبقة فلو انت انت كنسخة جديمة فبتمسحها نسخ كما تلغى تثبيت تشاب دي كانت نسخة جديمة هنا ولكن تم لغاية تثبيت هنرجع على الملفات ونستطب التطبيق ثاني نشوف هل هيتثبت معانا ولا لأ يبقى هو الطريقة اللي انت بتمسح ملفات جوجل بلاي ثاني الطريقة اللي انت بتمسح ملف في الملفات بلاف البرنامج رابع طريقة اللي انت بتشوف في تطبيق هل مسبت على موباير النسخة جديمة فتمسحها هننسخة بالنسخة الجديدة ونشوف هنا ملوك تم تثبيت التطبيق وطبعا التطبيق يستثبت بدون اي مشاكل ويتحالة المشكلة كاشا بيكون الفيديو بتاعنا خلص لعرف دعم اللايك ويسبسكب بالقناة ويشعمر سفيد وفي الاخير شكرا لكم يبقى الطريقة اللي انت بتخش على وجه البرنامج تبسح معينات ثاني الطريقة اللي انت بتشوف الملف ده موجود في ملفات فتمسحه رابع طريقة تشوف التطبيق هل في نسخة منه متسطبه في مودير الملفات ولا لا و بس كده